بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام موضوع هذه المحاضرة موضوع شيق وموضوع نافع لنا جميعًا وحديثي أيها الإخوة عن هذا الموضوع وإن كنت من أكثركم تقصيرًا إلا أنه باب مذاكرة وتذكير لنفسي المقصرة والإخوان جميعًا في هذا الموضوع الذي تمس حاجتنا جميعًا إلى المذاكرة فيه والوقوف عند بعض مضامينه وأسأل الله عز وجل أن يلهمني فيما أقول الصواب وأن لا يكلني إلى نفسي فعلمي قليل وفهمي قاصر وأسأله جل وعلا أن يجعل ما أقوله ونسمعه حجةً لنا لا علينا إنه تبارك وتعالى سميعٌ مجيب أيها الإخوة الأكارم روى ابن ماجة في سننه وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الناس ناسًا مفاتيحًا للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناسًا مفاتيحًا للشر مغاليقًا للخير فطوب لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويلٌ لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه وهذا الحديث العظيم له نظائر كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على معناه وتقرر مدلوله ومضمونه منها على سبيل المثال ما خرجه الترمذي رحمه الله في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر جلوس فقال ألا أنبئكم بخيركم من شركم فسكت القوم فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا فقالوا بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ونظير أيضا هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء هو حديث مشهور يأتي ذكره في موضعه من هذه المحاضرات معاشر الإخوة الكرام إن كل مسلم حريص على سعادة نفسه وفلاحها وفوزها في الدنيا والآخرة عندما يسمع هذا الحديث العظيم أعني حديث أنس وكذلك أشباهه من الأحاديث الدالة على مضمونه لا شك أن قلبه يتحرك شوقا وطمعا وتهتز نفسه رغبة في أن يكون من مفاتيح الخير وأن لا يكون مفتاحا للشر لا شك أن هذا مطلب لدى كل مسلم ما من مسلم إلا ويحب لنفسه أن يكون مفتاحا للخير وأن لا يكون مفتاحا للشر يحب لنفسه أن يكون من أهل طوبة لا أن يكون من أهل الويل وهو العقاب الشديد والنكال الأليم الذي أعده الله تبارك وتعالى لمفاتيح الشر مغاليق الخير والنفس أيها الإخوة عندما تتوق لهذا الأمر وتطمع فيه لا بد من مجاهدتها لتحقيق أسبابه والإتيان بمقاصده وغاياته حتى يكون العبد مفتاحا للخير مغلاقا للشر فعلا وواقعا وعملا وتطبيقا ولا يكفي في ذلك مجرد التمني أو مجرد التحلي بل لا بد من فهم لحقيقة الأمر وقيام به على التمام والكمال مع طلب العون في ذلك واللجوء الكامل في تحقيق ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ثم أيها الإخوة نأتي إلى الشروع في المقصود ألا وهو كيف تكون مفتاحا للخير الحديث عن هذا السؤال الكبير العظيم المهم الذي نحتاج إليه جميعا أن يكون في نقاط عديدة لعلها تجمع أطرافه أو مهماته وربما ندى بعض الأمور لكن ما سأشير إليه من نقاط عديدة في هذا الباب هي أبرز ما يكون في هذا الموضوع العظيم ألا وهو كيف تكون مفتاحا للخير وسأعرضها في نقاط مرتبة واحدة تلو الأخرى ترجمة نانسي قنقر